ترجمة نانسي قنقر فضلا عن غير ذلك من القطاعات الأخرى تربويون أكدوا أن غالبية المدارس عاني من انتشار الأمراض المعضية ولا سيما أمراض الجهاز التنفسي فضلا عن الترابات النفسية بسبب معاشه العراق منذ عام 2003 من أزمات سياسية وأمنية انعكست سلبا على القطاع التعليمية في وقت تعاني غالبية العائلة العراقية من تدهور أوضعيها المعيشية بحسب خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن أكثر من 40% من المجتمع العراقي يعيش تحت خط الفقر وشيرين إلى أن العائلات العراقية تعاني ضائقة مادية كبيرة بسبب الفقر وانتشار البطالة وغلاء الأسعار وتعجز عن توفير المصاريف اللازمة لأبنائها الأمر الذي اضطر التلاميذ للعمل أثناء الدراسة وقد تكون أعمالا شاقة ما يجعل التلميذ يعيش في دوامة من الاضطرابات النفسية والمشكلات التي تؤثر على دراسته وتعامله مع زبلائه ويعد الفساد الذي تعانيها غلب مؤسسات الدولة واحدا من أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة التعليمية في العراق إذ أن تأثيراته بدأت تتفاقم بشكل مستمر من خلال النقص الكبير بأعداد المدارس والاضطرار إلى الدوام المزدوج فيها وعدم تجهيزها بالمستلزمات الدراسية أدت بمجملها إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية للطلاب مثلت كلها تحديات كبيرة واجهت إدارات المدارس من جهة وأطراف العملية التربوية الأخرى الممثلة بالآباء والبيت والمحيط من جهة أخرى وسط غياب الدور الحكومي وفشله في معالجة أزمة القطاع التعليمي الذي تهادى كغيره من القطاعات الأخرى بعد عام 2003